دعا فنانون ومبدعون مغاربة لأن لدينا العديد من الشباب المغاربة المبدعين الذين يحتاجون هذا الشيء منذ زمن وليس من الآن لأن هناك شباب يبدعون ويطورون هذا المجال وممكن أن يضر الكثير من الأموال ليس فقط هو مجال ترفيهي بل هو مجال مهم ومهم جدا ولهذا لا بد أن نقوم بتطوير هذا المجال وأكد فاعلون أن النموذج التقافي يمكن أن يغير حياة المواطنين المغاربة خاصة الشباب منهم كما أن البلاد تتوفر على تراث غني وشباب مبتكر يحتاج إلى جعل الولوج إلى الحق التقافي واجبا مثل باقي الحقوق الأساسية لكل مواطن مغربي منتقدين نقص المهرجانات والفعاليات بعيدا عن المدن الكبرى حيث أن المغرب ينظم سنويا أزيد من 150 مهرجانا يتركز العدد الأكبر منها بمدن كالرباط والدار البيضاء وطنجة وتتوان وما يمكن أن يخلق ذلك من حركية ثقافية واقتصادية قد تحرم منها القرى والضواحي البعيدة وزارة ثقافة تقوم بحيث المجودات مهمة لاحظناها في الأعوام الآخرة ترى وزارة ثقافة تدعم الفنانين وزيد بالفنانين الشباب كذلك المعاهد تعطي دعم للمعاهد لكي يكونوا الشباب على المزاولة الفن ونحن في بلد الفنانين والفنون كما كنت تعرفوا وبلغ المغرب كانت انطلاقة من وزارة الثقافة هي على الدكاء الإصطناعي وكان نرى أنه خلق طورة عبر العالم هذه مجودة جبارة كنت أشكره وكل منه يصحر على هذا الشيء وبلغ المغرب مرتبة متقدمة في مؤشر الدول المؤترة بقوة التقافة والترات الصادر عن مؤسسة براند فينانز حيث احتل المرتبة الأولى في دول شبال إفريقيا والسادس والثلاثين عالمياً ما يعني التقدم بستة عشر مركزاً مقارنة بالسنة المنقذية التقافة يمكن أن تكون بديلاً اقتصادياً كما يمكن أن تلعب دوراً هاماً في حماية المجتمع من سلوكات الانحراف والتشدد يؤكد فاعلون مغاربة داعين الحكومة إلى مزيد العناية بهذا المجال عبل مجبر اليوم المغرب